اسطنبول مدينة تتعدد فيها التلال التي تكسوها المساحات الخضراء الساحرة ومن أعلى هذه التلال تلة العرائس أو ما يقال باللغة التركية تامليجا تيبسي وهي أعلى قمة في اسطنبول إذ تشاهد المدينة بقسميها الأوروبي والآسيوي وأنت في مكان واحد يلامسك فيه النسيم العليل وتحيط بك أشجار الصنوبر الشاهقة وتعتبر هذه التلة من أهم وأولى الأماكن السياحية في تركيا تقع في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول بمنطقة أوسكودار وتنقسم هذه التلة الجميلة إلى تلتين مختلفتين في الارتفاع تلة تسمى تلة تشاملجا الكبرى ويبلغ ارتفاعها 267 مترا فوق سطح البحر والتي توفر للناظر إطلالة خلابة من معالم مدينة اسطنبول بشطريها الأوروبي والآسيوي ومشاهد الممرات المائية الرئيسية في اسطنبول أما تلة تشاملجا الصغرى فيبلغ ارتفاعها 229 مترا فوق سطح البحر تشمل على حدائق وغابات رائعة ومسارات للمشي أيضا تعطيها رونقا مميزا بجلساتها الرومانسية تستقطب آلافا من السياح والزائرين على مدار العام وتحديدا العشاق والعرسان ليقوموا بالتقاط أجمل الصور التذكارية في مكان يشبه الجنة ومن هنا اكتسب هذا المكان اسمه تلة العرائس لالتقاط أجمل الصور التذكارية يمكنك من هذه التلة الاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة اسطنبول وأشهر مناطقها السياحية والتاريخية مثل أورتكوي، السلطان أحمد، السليمانية، جزر الأميرات، القرن الزهبي ومضيق البوسفور إلى جانب جبل أولوداغ المكسوي بالسلج وغير ذلك من المعالم المميزة ترجمة نانسي قنقر